زول بيجيبو في التلفزيون يقول جدي بدي الجنة ومن كراماته انا ماذا رجيب اسمي زول لانه دي مناسبة زواج وظريفة وماذا رين جوطة يعني في التلفزيون يقول انا جدي بدي الجنة ومن كراماته جاء واحد عليك اللي اسمع القصة دي التلفزيون الشعار بتاع السودان المدور دك قال جاء واحد دير ليه جنة ليه جاء ولده بره ولد الشيخ قال ليه تماشوين قال ليه والله ماشي الى الشيخ الديني جنة الود قال ليه ديتك انا جنة دا ولد الشيخ دي في التلفزيون دخل جوه على الشيخ الشيخ قال ليه وديتك جنة قال ليه كان الشيخ ولدك الداني جنة ويتا الديتني جنة بيقو اتنين قال ليه مش ليه ولدي بره قول ليه سوي لك علامة ليه ولدك من ولدي ميز قال جمارك برا ورجع قال الولد ولده عنده شامة جمرقبته والابه شامته تحد الظريفة الولدين الدون للراجل وما للمره الظريفة مرك برا لا قال لي واحد في الشارع قال لي ما شوين قال لي ما شو لي شيخ فلان قال لي لي قال لي دائر الديني جنة قال لي شيخ فلان ولد الدوني ولدين أنا ذا لتكرم عليك ديتك واحد منهم يعني لدو زاتو بيقى دي جنة دي وقعت شنو اللي وقعنا فيها دي جمع والله الذي لا إلى غير بلا ويد دي عقائد منتشر الآن عشان كي رب العزة والجلال قال أيشركونا ما لا يخلق شيئا شيئا دي جمع نكر في سياق النفي تفيد العموم يعني ما يقدر يخلق أي شيء أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم البتنادون ديل في الشدائد يا شيخ فلانا الحقنا وافزعنا وفي الصلاة تقول لي الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وتمرق برا العربية دارة تنقلب تخالفوا الكلام القدت في الصلاة زل في الصلاة قال لي الله وإياك نستعين يعني ماستعين بك تبرك امرق برا العربية دارة تنقلب ينادي ألحقوني وافزعوني والآخره وبلاوي عجيب ذاته مرة واحدة زي واحد قالوا في البنطون سكران والجماعة جد البنطون نهاجة الموج بيقول أي واحد ينادي ده بنادي داك في الشرق وده في الغريب وده في الشكينيبة وده في الزريبة وده وين والحقونا هل السكران دا جدت العاقلين دي العاملين عاقلين كلهم بنادوا في الفكه هل السكران قال لي يا الله غريقة بس قال له هذا ولده شنو الله قال يا الله دلتت يا أخي نادوا في غيرك يا عكرون زاته غريقنا بس كذلك حيروا انتت كلام صحيح ولا أنا جنبك أقول تامين زاته غريقنا مرة إلا يا شاء ربي شاء نقول الله يصلح الحال لكن يا جماعة الناس تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتكسر الحواجز مع المجتمع دا في حواجز المجتمع دا سولهم حواجز شبهات حول التوحيد والدعوة والسنة ها جماعة دعاة التوحيد دا الناس عاديين لا تابعين لي حزي بلا جماعة لا طايفة لا غيره ناس بدعوا بدعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والمناسبات تكون على الخير دا جماعة المناسبة طيبة يا أخوة الناس مدالفين وداخلين وجايين وكلهم دا من يمبدى وداك من شقيلاب ودا من كافوري وداك من ما بعرف وين ودا من وين كلهم سووا قلوبه مدال فنحسب فدا كله ما خير وداء البألف الناس على الخير دا يهر رجوع إلى الله سبحانه وتعالى شكير رب العزة والجلال قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية الحاجة الثانية جماعة وذي رسالة نحن نوجهها للزوجين أي زولة جماعة الله قال في القرآن لتركبن طبقا عن طبق إنت صغير بكرة بتكبر بعد بكرة بتزوج بعد بلدلك أولاد بعد بتكبر في السن كل مرة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حالا بعد حال لتركبن طبقا عن طبق إت في أي مرحلة من الحياة قدم خير لأن الخير دا بتلقاوك الدام الله سبحانه وتعالى قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر بتلقاك الدام وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إذا وجت عقد لك المرأة دي سكتها بيتك دا أبدا وبالتقوى وبالإحسان وبالتراحم وتتلطف في المرأة وتديها الكلام الطيب وتذكرها بالله سبحانه وتعالى والمرأة خلقت من ظل أعوج كذب إلى آخر ما توقف فيه كثير صاح تكون حاسم مرات في المعالات المهمة ويكون عندك صبر ودقود بالتي أحسن وتصبر وفي النهاية رب العز والجلال قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الأسر دي فيها فيها راحة وفيها كذا إلى آخر وجعل بينكم مودة ورحمة مودة في القلوب ورحمة في التعامل يعني في مودة في محبة وفي تراحم تفوت لها مرأة وتصبر تدي الكلام الطيب خيركم خيركم لأهله واجتعمل فيها تلقاك في المواصلات وحدين ظريفين وفي البيت صعب هذه المواصلات عامل فيها شفتها خطير مرة واحدة يشوف فيد لا والله كانت قوعد يقاعده وهو يقف شماعة ووقع موبايلة يرفعه هاك تفضلي ظريف كان سايق رقشة برضو ظريف جدا وكان تاكسي وفي البيت جي صار روشو اللاكي لده مالو مسيخ مسيخ خشمك دا جا من برة لكن اللاكي الطاعم إنته قلتا يا شكرا الله جيب الملح يا طاعم ما هذا الحياة دا جمال الناس متصعبة كونوا عاديين والأسرة دي يكون فيها خير يربوا الناس بعدين الله يرزوك زرية وكذا تربيون على التوحيد والعقيدة ما شفت لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيمة الشابع من صغير تربي على التوحيد خصوصا في بلدنا دي دا من صغير بربوه عقايد ذاتا وانحنا والله في الكتب ملقينا وكان جات كالتاحة يقول له محمد معانا ما تغشانا كضب سايق الرسول ما في السودان كضب بدل يعلقوا به الله سبحانه وتعالى لو سبين جا مقلوبة يقول له صلحة صلحة بتقليبة علينا لو جبن ساي انكشحت بي جنبه في زور يقول لك دي قروش جاياك بس جبنة دي بالجنزة باللي بتاع دا قروش وكذب ويبتع الجبنة مفلس جبنة بتاع شنو بتجيب قروش عقايد كتيرة في البلد دي والله يا جما شغالة يا أخي السن لو انكسرت يدعوها الشمس والسن شنوها بعرف والديني حمار والدين غزال يا أخي في الشمس عندها سنون كان كجمتنا كلنا ما بسنون يا جما عقايد كتيرة والله يفسدوا بالبلد دي دا غير تمش قدام الشافع صغير يسوقوه جاو مرض في بطنه بدا يودو الدكتور ويسألوا والله الشيفة لهو يودو يشربوهم حياته والمرأ برضو يدوها بخرات ورجال يدوهم بخرات دا راجل تلقاوه خاتينه مغتا ببطانية وكانون تحته وشغال وقحقح دا بيشغل دي رجولية كدي مبتجي خلي حاجتان والمرأ برضو الدواء وراك علقية كدي والطفل يعلق لك أمون أحفظه من العين دا شيرك في الشريعة من علق تميمة فقد أشرك والطفل دا بيحفظه الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال في القرآن فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين رب الأسر دي على التوحيد لأن الطفل دا في التلفزيون بيلقى حاجات زي دي زي أبو جندة بيلقى في التلفزيون بيمشي في الشارع بيسمع لي قصيدة مدحة في الشارع ساي تلقى شغالة ساري الليل للقرد قرش ماهو الحبوب ماهو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحرك تش وعلموا عقايد زات عجيبة قال ما عنده شيخ شيخ شيطان كي ضيب ساي ولازم تسوي لك طريقة الطرق دي جت الله حرم تبقى فيها قال وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ لا تبقى قادر لا سمان لا تجان لا انصار سنة لا حزب أمة لا كوز لا جردل لا تغيير لا تحرير لا كله قال لك بس الله داك آية وَأَطْحَ قال وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ شُنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بس ابقى قادر دي ودنیا قدي اجتهد فيها والشافع ربي على التوحيد ما جوت الأنبياء وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربون على الدين والله وعلى العقيدة ما ربون على الغنى والمسلسلات أطفال والشافع جاري مترتر والأسر دي الناس تعبانة والله ناس جاي في الشارع مشاكل أسرية كالتلفونات ده طلق ده وده طلق دي وده مشكلة والشافع والدوين والمصروفات ومحاكم وبلاوي تكلف في الحياة عجيب ذاته تكلف عجيب حسي لو طلعت فوق رأس البيت ده عليك الله عائن في البيوت دي إلا ما رحمه الله إلا ما رحمه ربي طباقة ديقي ثلاث العدد في البيوت بتاعت النزوان أقسم بالله ترفع اقتصاد البلد دي بس عدد ساي كبابي ويناي وتعبانين وجاءوا بلاوي وعدم شكر ده كل جماعة رجوع للدين ناس ربون من صغر لقمان الحكيم ده رب ولده على التوحيد يعقوب في الموت بيوصف أولاده ما تعبدون من بعد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد خائف على العقيدة قلت يا أولادي البحصة البعض التوحيد كيف والعبادة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون شفت تربيونا على التوحيد موشهم يمرقوا إلقوا الجباب يسفوا الأتربة ويطوفوا بالقبة والحقنا وفزعنا ويبقصة المبت توصح واتبدر من الفقر والفي العلفون الأسرع من التلفون واتحسونا كان قلت واتحسونا بقول لك كسرة هي براهة مكسرة واتحسونا واتحسونا من المدفونة ودفنوها هم براهون بيقوا يفتشوا في البر بفتشها وكلام كتير جدا وبلاوي في البلد دي والله الذي لا إله غيره الناس جماعة تربي أولاده على التوحيد والعقيدة وتربيهم على الأخلاق والتقوى خصوصا في الفترة دي بلد يا أخي بيقى تدنقر تحد كله انتحد مناطلين ترفع فوق تلقى بانطلون وطرحة كان لقييتا ومنطلون وشنب تحد كله واحد فوق في تمييز بسيط بلاوي كتير جدا ومشاكل والدبرك بدعة شوشة قاعدين سوا محل ما تمش يتونسوا قلت لي شنو يا سوسو قلت شنو يا حمودي وأصلا مما سار تبقى سوسو ومحمد يبقى حمودي والآس بعد ذا والشغل دي جاتت ولذلك يا جمع الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى والكلام يطول والكلام لما نكتر مرات بيجيب أخطاء يعني نتوقف عند هذا الحد ونسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى ونعنى والله سعيدين جدا بالمناسبة يتمنى الشباب كلهم قلت أنا أيزوا لنا ذاني لمناسبة بجي إن شاء الله بجيب أتكلم مسائك لا بجيب لكم مشكلة ولا رحلة غيوم تحمل رسائلي للوطن تسأل عليك ما بالوطن قاعدين فيه نصلح إن شاء الله نزال الله التوفيق للجميع جزاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا